انه الراجل بيدور على منتخب مصر انما انا ببقى حزين الحقيقة لما لاقي اتحادات بتفشل انها تحط منتخب مصر في المقدمة عندك امكانات عندك احنا بلد كبيرة كل شيء متاح نقصنا طموح اطمح يا اخي وخطط ومن جد وجد ومن زرع حصد اشتغل هتلاقي نتائج وكل الناس متشوقة والله يا جماعة المنتخب اللي حقق نتيجة زي اليد كده بتلاقي مصر كلها تتلمح حواليه هو يا جماعة حد كان يعرف حد كان يعرف ابطالي الكراتيه دلوقتي ابطالي الكراتيه بتشور عليهم في الشارع انت اللي اكبرت مصر وكلها تتلمح حواليك واكبرت مصر وكلها تعرفك هل انت مش قادر تعمل زي ما الكراتيه عملت تقدر انا عندي ايدين ورجلين زي اي حد وقدر العب النادي الاهلي مبارح بيدينا مثل روع او مثال روع النادي الاهلي النهاردة للسنة التالية وده نادي مصري نادي مصري واغلب لعبته مصريين وجهاز فني افريقي مش اقول لك بقى جايبين جهاز فني يعني من قارة افريقيا ومن حق تالت عالم للمرة التانية فاذا انت تقدر بس فين الاتحادات اللي تشتغل عايزين الاتحادات تشتغل ويا ريت يا جماعة الاتحاد اللي مش قادر يشتغل يقولوا يا جماعة شكرا انا مش قادر خلي غير يخش مش عيب والله العظيم مش عيب انا بقول لكم انه الواحد نفسه يشوف دايما نفس يعني نفس اشوف دايما كده الاتحادات مصر يقولك بعثة مصر دي رايحة راجع بعدد مديليات كبير جدا انا بقول لكم لان انا عارف يعني ايه قيمة مصر ونظرة العالم كله لنا دلوقتي نظرة فيها ان مصر تستحق الناس بتجي تشوف البطولات وبتشوف وبتشوف وحققنا انجزاتنا تمنى ان شاء الله ان الاتحادات تمشي على خطة بعض الاتحاد اللي بيشوف الاتحاد شغال احنا عاملين حاجة كويسة جدا الاتحاد السلاح اتحاد السلاح عامل شغل يفوق الخيال تنظيم احترام شغل تخطيط على اعلى مستوى اتحاد السلاح بيخط تحاد الجهود احنا اتكلمنا عن تحاد الجهود دلوقتي من عندنا كتير جدا تحاد الجهود بيعمل دلوقتي طفرة كبيرة واستعان يكفي ان استعان بكابتن رشوات كابتنك كبير جاب مدرب من اكبر الله هو ايه اللي جد جديد اتحاد جديد جاب لك مدرب من اكبر مدربين العالم مدرب روسي لعب الامبيات وحصل على مداليات وبطولات العالم الامبية جايب ويدرب وانتخب مصر طب كان فين الشغل ده وبالمناسبة رئيس الاتحاد الجهود شاب صغير شاب صغير مرزوق صح انا غلطان شاب صغير والله شوفوا صوره يا جماعة انا فجيت لما دخل معي على التليفون وشفت صورته شاب انا بتكلم في اواخر التلاتينات اولى اربعنات فين يعني عايز يشتغل عايز يعمل حاجة فالاتحادات يا جماعة لازم انت يعني مش قادر تعمل حاجة ومش قادر تخطط مش عيب خدت فرصتك مش عيب انما التحادات تقضي 12-13 سنة والمنتخبات في حالة صعبة طب ليه طب ليه نتمنى ان الهدف بتاعنا هو منتخب مصر الهدف بتاعنا هو اسم مصر زي ما فيه كل واحد في مجاله بيقاتل عشان مصر تبقى قدام انت كرياضي مانتاش فسحة ولا نزهة النهاردة النادي الاهلي مبارح بيعمل image جاي جدا لمصر النهاردة انا شفت تصريح لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقول مصر او النادي الاهلي دائما ابدا يشرف كارة افريقيا التصريح ده يعني لو انا بصرف ملايين عشان اخد تصريح ده وانتزع تصريح ده من رئيس الاتحاد الدولي مش هانتزعه هو قاله عشان هو شايف ان ده دي حقيقة وان ده حق النادي الاهلي فالنادي الأهلي بيشرف مصر قالك ايه قالك ما قالكش نادي الأهلي قالك بيشرف مصر بيشرف أفريقيا النادي الأهلي هو موسل مصر شفنا الصور يعني ياريت معلش يا جماعة أنا أعسف خرقت من الموضوع بس يعني أنا أعسف بس أنا لما بتيجي اسمه مصر أو شينة مصر أنا ما بقدرش أعقف كلام النادي الأهلي راجع النهاردة من السفرية وبدأ بنزل من الطيرة نعطلنا الصور يا جماعة اللي كان نازل فيها من الوطوبيس لو تقدروا تجيبوها لابسين يونيفورم واحد عارفين احنا راجعين اسمه مصر شكل لمصر ايميج مصر ايه بصوا يا جماعة بصوا المنظر معلش البطولة خلصت ممكن كان يبقى فيها رجلة كان ممكن يبقى فيها لعيبة راجعة بقى مش نايمة كويس واللي نازل رئيس بحثة نازل عضو مجلس إدارة نازل أول واحد بالتدريج الإداري ضيوف بالتدريج رئيس الأستاذ جمال طبعا مدير البركز الإعلامي كل واحد نازل أستاذ أنديل رئيس عضو مجلس إدارة كله نازل في ترتيبه ايميج النادي الاهلي ايميج النادي الاهلي هو صورة مصر بصوا بقى اللعيبة نازلين كلهم يونيفورم واحد حتى الاندرشيرت اللي ملبوس تحت الترينينج واحد لأنه اللعيبة عارفة ان انا نازل والجهاز الفني انا نازل بمثل مصر انا نازل شكلي لازم الامج ايميج مصر ايميج النادي الاهلي ومصر ليه كل واحد ما يشتغلش في مكانه كده كل واحد يحس بعظمة البلد دي وبانتماؤه البلد زي ما انتم شايفين حتى الطاقم الاطقم اللي على الارض الطاقم الشركة الوطنية واطقم الناس عادين مبهورين بشكل النادي الاهلي هو نازل وشكل اللعيبة وفي صورة تانية وهم نازلين من الباص بقى كلهم هتيجي كمان هتيجي حالة تحس بعظمة يعني قبل ما تبقى النادي الاهلي هي مصر اهي شوفوا يا جماعة المنظر شوفوا حتى البئسة اللي بتقابل استاذ دماطي قوضوا مجلس ادارة بيقابل الناس فوق لابسوا يعني متشيك على سنجة عشرة وبيقابل والاستقبال شوفوا بقى هنظر اللعيبة وشكل العام للعيبة والترتيب دخول الناس في المطار انضباط وبروتوكولات بروتوكول النادي الاهلي بيطبقوا بروتوكول معروف النادي الاهلي بيعمل لانه هو ممثل مصر يا جماعة كل اتحاد كل لاعب انت بتمثل مصر انت يعني ده شرف كبير جدا فيه ملايين يتمنوا هذا الشرف ملايين يستنوا دورك يستنوا ان ياخدوا يبقوا مكانك يا ريت كلنا نستحضر ده نستحضر ان انت طالع في مهمة رسمية انت بتمثل مصر اي تصرف انت محسوب عليك اي تصرف ناردة محمد صراح بيحطنا في حتة تانية بيحط مصر كلها في حتة تانية ليه والرياضة المصرية عشان سلوكه قبل فنياته عشان سلوكه قبل فنياته وعشان كده الرياضة موجودة وعشان كده الرياضة اتواجدت وعشان كده الرياضة اصبحت القوى النعمة الاتحادات لازم شغل الاتحادات لازم تشتغل اسم مصر اسم كبير انت مش قادر تحط منتخب مصر في المقدمة بعد اذنك اتفضل مشكورا اهو المنظر ده شوفوا اللعيب ينازلة ازاي انضباط مفيش اللعيب مش لابي زي التاني كمامات انضباط لبس احترام حس ان كلهم واحد انا والله مش مركز يعني عشان اعرف اللعيب بركز عشان اعرف اللعيب بقدر ركز شوية شوف دمين تحس ان كلنا زي ما بيقوله اطاعية واحدة حتى اللعب المحترف الديانج اهو ملتزم شنط على دارك بلابس ترينج داخل بلبس خطوتك انضباطك مفيش ضحك مفيش دار انت ممثل مصر كل اللعيبة وكل الاتحادات لازم تفكر بهذا الكلام النادي الاهلي دايما في المقدمة والله يا جماعة انا ما بقولش الكلام ده انا بقول الكلام ده وانا حسه وانا فهمه وانا عارفه وكلنا عارفين الكلام ده والقاسي والداني عارف النادي الاهلي بيمثل مصر شايفين يا جماعة الانضباط يعني حاجة جميلة معلش انا خرجت برا الموضوع عشان انا يعني غيور قوي على اسمه مصر انا من الناس اللي كلية الشرف عشرين سنة بلبس تشارت منتخب مصر ما بين منتخبات الشباب ومنتخبات الفريق الاول فعارف قيمة منتخب مصر ويعني الحقيقة شرف كبير وانا غيور جدا على اسم مصر وكنت من الناس اللي بزعل جدا وعمري في حياتي الحمد لله ما اعتذرت على منتخب مصر مهما كانت ظروفي انا راجل مهندس وراجل كان عندي شغلي واعمالي ولكن دايما كنت بلب منتخب مصر ونفسي كل الناس تتعلم انا ما بقولش الكلام ده عشان لا الكلام ده بقوله عشان الكل يتعلم شكرا